أنا قمنا أعطيك الخط فؤاد أحد سيفي بسيط على هذا المدرب هذا هذا 87 لا أعبش كورة بزيف ولكن بدأ جزء من سطاف ذي السانداونس ثلاث سنين من 2014 إلى 2017 ومشى الأورلاندو بايرتز فريق آخر في جنوب إفريقيا وكان معاه كان مساعد ثلاث سنين من 2017 حتى 2020 في أورلاندو بايرتز والغرابة التي تتضاف أن آخر مدرب اللي مبقاش معه هو أدجوان هو زينباور إذا بغي العبد الضدير بي فريق راجع الرياضي زينباور كان نضم الأورلاندو بايرتز وكان هاد المدرب موكوينة هو الأدجوان دار معاه ماتش ولا جوج ماتشات ممكن ما كانش شافاهم بيناتهم ومشى موكوينة وزينباور كمل كمدرب ديال أورلاندو بايرتز من بعد رجعوا تنين سطاف ديالسانداونس أولا مدرب مدة عامين من 2022 إلى 2024 وخدافت الفترة الدولي جنوب إفريقين جوج مرات بتوالية والدالاكوب والسوبر مع الأفريكان فوتبول ليك 37 سنة عدد المدرب أنا غنختلف مع السيل العلاوي فالمصطلح يصنع فريق أنا غنقول سيقود فريق لأن الويداد البيضاوي لا يمكن لا لرئيس ولا لمدرب أن يصنعه مجد الويداد الويداد اللي غيجي فيقابل السيرورة ديالا استمرارها والعودة إلى الفترة الدهبية ديال فريق الويداد فريق الويداد في الجعبة دياله ألقاب كبيرة في الجعبة دياله بطولات كثيرة إذن هذا المدرب هذا المدرب سيقود مسيرة أخرى متجددة لهو أولى الرئيس أول نقطة اللي كتير للانتباه سنقولها نقوله برافو هلأ يتمنى أنه وفبو حد الوعد أولي أنه جاب قائد السفينة التقنية وهذا مسألة حساسة جداً لأن الانتداب دياله البداية دياله المطلب ديال الجماهير ديال الويداد وعشاق الويداد الحجري مكتسناش هي المدرب المخاطب بالنسبة للإدارة التقنية وبالأخص في أولوية التدابير التقنية هي الفريق الأول الفريق الأول جاب له المدرب دياله مدرب اسم ماشيشي واحد مغمور سيفي دياله كيما قريته كان في واحد البطولات على المستوى القاري أنه تشبأ بتقافة الألقاب وأن طريقة ديال الحركية دياله ديال الكاريزما دياله أنه مدرب كيفيق كيفيق اللعبة ثم عنده البدائل أكتكات تقنية داخل الميدان إذن هذا المدرب بهذا الكاريزما وأن طريقة الاستقطاب دياله لم تكن سهلة لأن الوداد مرتفطة برأي جديد مرتفطة بفترة انتقالية مرتفطة بحاجة كيقولوا المشاكل والمدربين كيهربوا من الفرق لفى المشاكل بدليل أن على الليسان دياله إذا صح هذا المؤتد يتصريح قال بأن كانوا الناس اللي كأي طريق يقولوا لي مرتفطة بفترة رفع المشاكل قال إذا هات الكلام مني كيقولوا هذا اعتراف على أن كي الناس أعدائيين إما حساد إما فيهم الغيراء إما ما بغينش للوداد الخير هاتش خارج الحدود المغربية خارج الحدود المغربية كي الناس اللي غد يقولوا له هات الكلام واش أصدقاء من منين من بلد تسلط علينا في إفريقيا ما كي بريش لنا الخير ولا من داخل جنوب إفريقيا نفسها شكون هذا اللي غد يقول له من هنا نيت ها 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 عندك الحق تزيدة ها دي فتنسيني دي ها كين الدرب اللي كيكون عدنة من هنا كيكونوا أصدقاء كيكونوا أصدقاء ديال بعد المدربين وبعد هذا ولما بغوش الخير لوحد الفارق منافس ولا وحد هذا يديروه دورة ما عندهم لا تربية ولا يستحقون حتى حتى أي احثيران ما كي يستحقوش يعني الطريقة مش الوداد الجريح ووداد الأمة ووداد اللي خص يكون لا الجماهير الرجاوية ولا الجماهير دي الجيش الملكي ولا الجماهير المغربية من طنجة إلى القويرة خصم كلهم يبغوا الفرق ديالنا لوقعات المجد الكوروي المغربي خصم يبغوا تكون بألف سلام نعم و تلكين ونا معاك و هنكونوا متعفقين أي عاشق البوطولة را غنشكو في حبك البوطولة الكورة الوطنية لا إلا جاشي مدرب كبير فريق آخر و بغيت يش يجي حتحب حت يجي مدرب كبير مدرب مزيان لاعي مزيان نعم نعم مدرب مزيان في مجد عام مدرب مزيان فريق آخر جمعات المزيان و في مجد الطعام اللي بيشهد ألبارح بالندواء الصحفي ديال تقديم ديال رولاني موكوينة اللي كانت جولة بعض ملعب مركب بنجلون ملعب الويداد في الوازيس اللي شفنا أنه كانت جولة كانت وقيع العقد كان حضور صحفي كبير كان لايف مستوى مملي فيديو لنشره الويداد الرياضي كانو في المستوى وتمنوا الديجيطال دي الويداد يستمر بحلقة حيث كالناس مم قبل ما تنعس لي كيبقى ما زال لي كيبقى رنساة تل عملي فات وانا كان الديجيطال الويداد نعس لي ربع سنين خمس سنين وكان جمهور ديما كيطالب الديجيطال يتحلك فانتمنوا تكون بداية موفقة مو كويناش نقلبها عبد الحق قال انه جال الويداد حيث عندو نفس طموحات ديالو هو مدرم كعتبر راسه باللعب على الألقاب والويداد قال قل بتاريخ قال نديل الألقاب ديالو هو مدرم نفس طموحات نقطة أخرى شاليها مكوينة قال لك اللاعبين الجدود سؤولوا اللاعبين الجدود قال لهم انو ما زال ما نقشناه مش مع المكتب هو أمر غا نقشه مورا ندوه ديام دابا بدات النقاش على اللاعبين الجدود وقال انو كعرف بعض منهم بحل الموطيع بحل الحركاس بحل العملود هاللاعبين اللي واجههم لواجههم قال لك وعرفت ان 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 بعض اللاعبين آخرين كانوا واجههم بحل جبران اغاز ميتهم عاطية الله هدو اللاعب غادرو فقال انو مليشافة ثلاثة سميات بعدها كينين يعني كين الباقي اللاعبين مزين يخصوا يقلب هو والمكتب يناقشوا هاد القادية الهدف ديالو في الويداد الهدف ديالو يربع على المباراة يربع على الألقاب وكان فكورا صعيب تربع كل شي وكان كي واعد انو غي يحاول رجع الويداد الأمجاد المحلية القرية وحتى الدولية بمشاركة في المونديال قال هذا تحدي صعيب مع الويداد وكان مش مستحيل بالنسبة لي للنقطة اللينا هدرك لا مسكوتي قبل اللحظات بزاف الناس نصحوني ما نمشيش الويداد ولكن تكلمش مع المكتب موسير مع الوكيل أعمال ديالي ودلت البحث ورقيت أننا لو قمنا بحل بعض المشاكل اللي كانت الموسم ماضي كما وعدني ايتمنا فانقدروا نحق النجاحات يعني ممكن ناقشة القادية مع ايتمنا وصل ايتمنا المشاكل اللي قالوا للناس عليها وايتمنا قال يرغل القالة حولول فقال يرغل القالة حولول ايتمنا فبنسبة لي فالأمور محلولة وغي يمكن يديماري فريق الويداد الرياضي تعقيب ديالكلام أشي كامل اللي قال موكوينة وانضمامه من سانداوز هنا البطولة مع الويداد السواتي وأول حاجة سنتكلمه على القدوم ديال المدربين البطولة الوطنية غير ناخده غير الجارة ديالنا الإسبانيا يعني كانت القوة ديالها بتعدد الجنسيات ديال المدربين وهذا اللي اعطاه واحد القوة على الصعيد الدولي يعني كان هناك كيف كان نقوله احنا